وفي زيارة أوروبية هي الأولى منذ ما يقارب الخمسة سنوات يصل الرئيس الصيني إلى فرنسا لبحث القضايا التجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي وتسعى بكين إلى توضيح موقفها من باريس بعد اتهامات وجهتها إلى أوروبا تصفها بالحماية من جهته كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد أقر بعدم وجود إجمع عند الأوروبيين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها من بكين لأن بعض الأطراف لا تزال تروي الصين كسوق للبيع في حين أنها تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا بحسب تعبيره من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين إنها ستضغط من أجل منافسة عادلة وغير مشوهة مع الصين على حد تعبيرها خلال محادثات ستجريها مع الرئيس الصيني تي جين بينك الموجود في باريس هذا وتعد فرنسا ثالثة أكبر شريك تجاري للصين في الاتحاد الأوروبي تعد فرنسا عفوا ثالثة أكبر شريك تجاري في الاتحاد الأوروبي تعاونا بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وسجلت قيمة التجارة بين الصين وفرنسا في العام الماضي 78.9 مليار دولار ووصلت قيمة الاستثمارات المباشرة الفرنسية في الصين إلى 21.64 مليار دولار بنهاية عام 2023 في المرتبة الثالثة بعد ألمانيا وهولندا وعلى الجانب الآخر سجلت الاستثمارات الصينية المباشرة في فرنسا بنهاية العام الماضي 4.84 مليار دولار حيث تركز على مجالات الصناع وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنوك ترجمة نانسي قنقر